إلى هذا الخبر العاجل حيث وجه الرئيس عبد الفتاح أسيسي بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبولي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لاستعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030 وجه الرئيس سيسي باستمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري وعلى رأسها الصناعة والتاقة الخضراء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية ذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنوية الشاملة اشتركوا في القناة